ايه رأي حضرتك في خفير اجيري? اجيري انا كنت شايفه قبل بطولة امم الافريقية ماشي كويس. كان ايه هو اسم كبير. عنده صيفي قوي جدا. عمل حاجات كويسة. غير الطريقة متاع الكوبر لعب اربعة ثلاثة ثلاثة. ايه وسع الدايرة في الاختيارات دي كتبسطلي جدا عشان العدل. مصر المنتخب مش هالي وزا مالك بس وفريتين تا لا. في منتخب تمنتاشر فريق. مم. ومنتخب تلات بانجوعات في القسم الثاني. المختخب مصر مليانة عشان اشوفه. يعني زي ما كان بيعمل جهر الله يرحمه ويخرج ويجيب هشام عبدالرب رسول من مينيا عشان نلعبه وقسمه تاني. الكاس اخد بالك من الام. من الام. فاللي قصده عمل حاجات وعمل جيل. انا حاسيته انه يعمل جيل لمصر مش لفريقيا والكاس العالم. ففريح طلت لا ده راجع عنده فكره. بس ادارته وشغله ووجوده في كاس الامر ما اقنعناش. خرق في حاجات كتيرة جدا. ما تتخذش على المدارب. المدارب ممكن لك عنده سلبيات. بس مش كتيرة. سلبياته اكتر من ايجابياته في الامم. نحن اكسرنا تلات منشات. بس كل مصر عارفة ان التلاتة دول المكسب بفضل الله سم الدو فيه والجمهور. انما احنا عاوزين اختيارات الاول. وبعدين تشكيل. وبعدين توظيف. وبعدين تدوير. وبعدين قرات منافس. وبعدين قوة في القرارات. يحصل ليا حاجة. قرار. وانا اللي بدير. صح. المدير الفني هو اللي يدير. والمدير الفني اللي حد يدخل في شغله شكرا يسيب منصبه شكرا. باي حال ده انا ممكن نظري. مش عشان انفروسه. لا لا. مدير الفني هو المسؤول. هو اللي يقول هو اقوى شخصية في. طيب. اجري ولا كوبر. لا. احنا كده كوبر. مم. لان كوبر نجح. مم. هو انت جبته في كاس الامم وما كنتش بتواقع منه يوصل النهائي. طب. مع ان ما وعدش. مم. ادي واحد. اتنين وصل بك في كاس العالم. مم. تلاتة قوي الشخصية. مم. اربعة عنده طريقة. خلاص. فلسفته شخصيته يعني اه. اه. ادفع هاجم. قال لك. المدير برضو حياتك حسب القدرات. مم. انت قدراتك في الفين وستة غير وتمانية غير وعشر غير في انت في طمانتاشر. صح. قدرات اللي عندك. صح. ممكن قدرات تخليك يقلعب مهمنيش. ليه برشلونة بيعتمد على واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة صح. بيهاجم بتمانية برشلونة. مم. مفيش فرقة في العالم بتهاجم بتمانية. مم. لانه نواصق النهيين هي الهاجمة. هيوصل للمرمى. مم. بل اصده ان انا الجيل اللي معايا قدرات. جيل الفين وستة. مم. يخليك تبدع وتقلق وتعمل اللي انت عاوزه. صح. جيل الفين وتمانية. يعني في فيه ملاعيبة على على مستوى. صح. فهو كبركا واضح. مم. انا دفاعي هجومي. مم. بص بدء بايه? دفاعي هجومي يا جماعة هو ده. مم. هو ده اللي. بانا بهاجم بخمسة ستة لعيبة شكرا. اقصى ستة. مم. انا عارف امكانياتي وشكرا للكرة مصرية. هو اره كرة مصرية. مم. هو شاف القدرات الى قدام. اجيري اختلاب بقى. مم. يعني عاوز يعمل كرة هجومية بس لا فيه هجومية ولا في دفاعية ولا تعرف سياسته ولا فلسفته ولا تحضيره لانهاء الهجمة ولا تحضيره للمكسب. مم. يعني اي مدرب يبقى عنده تحضير. مم. انت قد قال الكرة بتتنقل من تلت لتلت من لاعب للاعب للاعب عن طريق حاجات كثيرة جدا. مم. الكرة المصرية بتنتز بالمهارة. مم. البدني خلاص. انت دلوقتي بتجيب عكس زمان. مم. بتجيب معد. مدرب احمال او معد. شكرا. مم. يبقى اكيد ده انا مية في المية بدنيا. مم. خش على الجانب بتاع المدرب. حكتين مهمين جدا. الجانب المهاري والجانب الخططي. مم. افريقيا دلوقتي ليه بايت تتفوق علينا خططيا. بيجيبوا مدربين كبار. طبعا. بعكس زمان. غليين. مم. نجوم. طبعا. فاهمين. طبعا. يبقى احنا هنتعب خطط ده لازم اشوف تنوع وابداع وتغيير واخد بالك خلال الامبارات وغير التدور الامبارات. مم. الجانب المهاري اللي هو عند المصري. انا هتواره ازاي. هعمل مهاري بدني مهاري خطط ازاي. هفنش كورت ازاي. هدفع ازاي. اه برضو ان يعني انت كان عندك حاجة نفعة في الكورة المصرية بشكل كبير جدا. ومتميزة في الشمال وفرق. ان الفرديات بتحسن لك فقط كثيرة جدا. صح. يعني الجيبة ممكن يبقى مقفول. مقفول مقفول. مثلا عندي لعيب حريف يخلص للدنيا. مم. ده اللي كان وجد في ابو تريكا. صح. صح. زيدان. مم. في متعب. في مش عارف في قضيلك. الكورة المصرية بتعتمد على من ست لسبعة لعيبة تهاجن بها عشان تتفوق وتحب تكسر الدنيا. زي ما يحصل مصر حاليا في الاهل. هنده سبعة لعيبة. اي نادي تاني. بما فيهم محترام ازا. مش سبعة. وسبعة سبعة حلول. متنوعين. صح. ده لنا اسوء. طيب. ده كوبر غير الجيل يا. الجيل.